حماية أكبر للبيانات الشخصية يطلبها البرلمان الأوروبي ويضغط لاعتماد حزمة قوانين جديدة الحزمة تشمل حق مستخدمي الإنترنت في حذف معلوماتهم الشخصية عندما يريدون وتفرض على الشركات الحصول على إذنهم قبل استخدامها البرلماني الأوروبي أكسل فوس يقول حماية البيانات الشخصية يجب أن تكون على رأس أولوياتنا لأن تشريعاتنا متخلفة عن اللحاق بالتكنولوجيا الأفضل لنا جميعا دفع الدول الأوروبية للإنخراط في هذا النقاش الحاجة لقوانين تحمي الخصوصية تصاعدت بعد نشر تسريبات إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأمريكية وكشفه فضيحة التجسس الأمريكي الواسع في أوروبا والعالم لهذا نريد تعزيز حقوق الأفراد وأن يكون لديهم معلومات أفضل وحقهم في منع الوصول لبياناتهم عندما يريدون رغم ثورة وسائل التواصل القانون الأوروبي يعود لألف وتسعمائة وخمس وتسعين